المناصقة المقيمة للأمم المتحدة إلينا بانوفا تحدثت عن مبادرة حياة كريمة قالت إيه؟ قالت إنه نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ هذه المبادرة وهي حياة كريمة من شأنه أن يحسن كثيرا من حياة ملايين المواطنين في الريف المصري وأكدت في تصريحاتها إنه منظمة الأمم المتحدة بتعتبر حياة كريمة أكبر برنامج للحد من الفقر على الإطلاق ليه؟ لأنه بيتضمن مشروعات بتتعلق بتحسين البنية التحتية تعليم، خدمة الصحية، توظيف لحد من الهجرة من الريف للمدن وكمان أعربت إلينا بانوفا في لقاء صحفي ليها عن تفاؤل منظمة الأمم المتحدة بنجاح هذه المبادرة اللي بتريها الدولة المصرية اهتمام كبير كمان أشادت المنصقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر بالتزام الحكومة المصرية بتوفير تأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين بحلول عام 2030 طيب، ليه الكلام ده يشرح القلب؟ ليه الكلام ده مهم؟ عشان الأمم المتحدة لما تتحدث، الأمم المتحدة لا تجامل والأمم المتحدة هنا مش بتنظر لمبادرة حياة كريمة يعني على لوحدها إن حياة كريمة دي مبادرة عظيمة، لا هي بتقارن ما يحدث في مصر في تطوير الريف المصري بما يحدث في العالم، وهنا الموضوع هي شايفة إن الدولة المصرية أخذت خطوات كبيرة في هذا الاتجاه خطط خطوات فيها الكثير من النجاح واللي بتشوفه الأمم المتحدة بنظرة تفاؤلية كبيرة في هذا الاتجاه ليه؟ لأنه معايير الأمم المتحدة اللي بتستند إليها في مسألة حقوق الإنسان هي المعايير اللي أخذتها حياة كريمة يعني كأسس ومعايير لها مسألة إنه نوفر كل أسس الحياة الكريمة للناس يستعيدوا الغذاء والمسكن والتعليم بتطوير المدارس الأديمة وإن إحنا نعمل مدارس جديدة ونحاول نوفر فرص عمل للناس اللي موجودة في القرى البعيدة هو ده الأصل في حقوق الإنسان هو ده الحق الأصيل لأي إنسان بيعيش في مجتمع مطلوب منه إنه يكون عنده نظرة مستقبلية إيجابية إنه يكون عنده أصلا نظرة مستقبلية إنه يكون شايف إنه بلده شايفه بلده بترعاه حياة كريمة عمل الدول حال إنه كأن في حد كان قاري المستقبل ما هو بوجود الأزمة الاقتصادية العالمية اللي إحنا عايشينها لو ما كانتش حياة كريمة دخلت القرى البعيدة والريف المصري اللي كان مهمل بشكل كبير كل الناس اللي شافت حياة كريمة والقرى اللي اشتغلت فيها حياة كريمة قبلوا بعد ونزلوا على أرض الواقع يشوفوا الناس دي عملت إيه هو سؤاله واحد إنت بتسأله لنفسك طب هم كانوا عايشين إزاي قبل كده ف يعني تصحيح العيوب اللي كانت حصلة قبل كده واللي كانت سببها الحقيقة قازة كتير للمجتمع ما هو لما يكون شاب نشأ في مجتمع غير صحي وغير آمن ولا وجه من أوجه الحياة الكريمة بيشوفها حيكون إيه المنتظر منه فحياة كريمة الحقيقة مشروع مبشر فيه كتير من الأمل وفيه نظرة مستقبلية إيجابية لمجتمع إحنا عايزين نشوفه أفضل فالاهتمام بالقرى واهتمام بأهلنا في القرى ده حق أصيل ليهم وحديث الأمم المتحدة الآن عن مشروع حياة كريمة حديث هام جدا لأنه زي ما بقول لحضراتكم هم مش بينظروا الحياة كريمة كمشروع لوحده هم بيقرنوه في هذا الملف بما يحدث في دول العالم اشتركوا في القرى